السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام نرحب بكم في هذا العدد الجديد من التربية والحياة التربية والحياة هي رقاءات تجمعنا بكم للاطلاع على ما قد يصيب الأبناء والأطفال خصوصا أننا في هذا العصر عرفنا أمراض نفسية وأمراض بيولوجية وأمراض عضوية هذه الأمراض أثرت وتؤثر في حياة نمو الطفل ولذلك ارتأينا أن تكون هذه السلسلة من الحلقات متتابعة حتى نعرفكم بما قد يعترض أبناءكم وأطفالكم في هذا الأمر أمر النمو النفسي والنمو الفيزيولوشي ولمناقشة موضوع حلقة اليوم نستضيف الدكتور أجراد محمد أهلا وسهلا بك للأستاذ أجراد شكرا مستاذ كما نستضيف البروفيسور والأستاذ علي تعوينات أهلا وسهلا بك للأستاذ علي الله يبقى فيك مع سبك شكرا على الاستراحة العفو الأستاذ أجراد كثيرا ما يطرح الأولياء والمربون يطرحون سؤال مهما ألا وهو كيف نتعرف على أن ابننا تعرض لمشكل في نموه النفسي أو في نموه العقلي أو حتى الفيزيولوجي لكن اليوم نتناول هذه الجزئية جزئية كيف نعرف أن الطفل قد تعرض لإعاقة عقلية هذا السؤال كثير ما يطرح أو ما يطرحه الأولياء والمربون على أهل الاختصاص كيف يمكن أن نتعرف على هذه الإعاقة التي تكون في بداياتها شكرا شكرا إذن نشكركم على الاستاذفاء العفو أننا نحن الذين نشكرك وكذلك نكبر فيكم تلبية هذه الدعوة الكريمة شكرا شكرا إذن يعني بدون شك هناك بوادر هناك سلوكات ظاهرة للعين المجردة من أجل تعرف لأن هؤلاء الأطفال في بعض الأحيان يقومون ببعض السلوكات مختلفة على الآخرين لا أطلق عليها اسم التخلف ولا إعاقة بل هي تندرجو ضمن ما يسمى بالاضطرابات النمائية لأن الطفل ممكن يتعرض لصعوبة في مرحلة من المراحل العمرية وهذه تقدر تكون طبيعية جدا تتعلق بالنمو ولكن هذا لا يعني بأن الأولياء لا يأخذون بعين الاعتبار إذا كانت سلوكات هؤلاء الأطفال مختلفة خاصة فيما ذكرتمه في الإعاقة التي أطلق عليه اسم كذلك لا أطلق عليه الاسم لأن المدة الأخيرة في التطور في ميدان العلم نفسنا تكلم كثيرا على اضطرابات معرفية أكثر مما هي عقلية لأن عقلية لديها صبغة سيكاترية سيكاترية تندرجو ضمن الطب العقلي لذلك عندما الأولياء سألتمون يعني كيف تقدرون تعرفوا عليها هناك مهانيون في الميدان يعني هناك مهانيون وخصص المهانيون اللي يمكن نستشيرهم أولا هو الطبيب مختص في الأمراض العقلية للطفل والمراحق لنسمولهم باللغة الفرنسية لبيدو بسيكاترية يعني هو الأول ليعطينا إجابة إذا الإجابة حول إذا لم تكن هناك إعاقة عضوية أو نورولوجية ثم نمر إلى مرحلة أخرى وهي استشارة الأخصاء النفساني وعندما أقول استشارة الأخصاء النفساني يعني نحل قوس في الأخصاء النفساني هناك أخصاء النفساني في علوم التربية أخصاء النفساني في علم النفس العيادي أخصاء النفساني في الأورتوفونيا رغم أن زملائل في الأورتوفونيا يقول لكم للأورتوفونيا تخصص يعني خارج عن ميدان علم النفس ولكنه نسمله البسيكولوج أورتوفونيست كل هؤلاء يمكن أن نستشيرهم حول درجة أو نوعية هذه الإعاقة لأن في المدة الأخيرة الطفل المتخلي في عقلي أصبح غير متخلي في عقلي بمعنى النظر للكلمة أو بمعنى المجازي للكلمة لماذا؟ لأن المشكل لا يطرح بالنسبة لهذا الطفل ولكن يطرح بالنسبة للمهني الذي لا يكتشف بطريقة جيدة ما هي الأشياء التي يستطيع القيام بها والأشياء التي لا يستطيع القيام بها في المدة الأخيرة كذلك عندها حوالي عشرين سنة النظرية التي تتكلم على الذكاء بين قوسين لا تتكلم على ذكاء بالمفرد تتكلم على ذكاء بالجمع يعني كلنا أذكياء ما على المهني عن طريق عملية الشخص العلمية بعد ذلك نحب أن تتكلم وعلى كيفية كذلك التشخيص وإن كان يعني تكلمت عنها من قبل عن طريق التشخيص يمكن أن نتعرف على ما من الإمكانية التي تبقت لهذا الطفل ونستغلها نعطي لك مثال عندما نأخذ مثلاً أحب أتفاح أو لا أو لا أي فاكهة هل نهتم بشيء الجيد أم نهتم بشيء يعني مريض نهتم بشيء الجيد لأن شيء مريض خلاص مريض هذا هو المشكلة اللي وقعوا فيه الأخصائيون في ميدان علم النفس لمدة كبيرة جداً حوالي ستون سنة كانوا يدرسوا فقط تخلف العقلي تخلف العقلي تخلف العقلي إلى درجة أن أحد الباعثين معروفين جداً روني زازو اللي كان مختص بزاف تخلف العقلي من ناحية النمائية قال لهم بالليه منذ أن بدأ الأخصائيون النفسانيون يدرسون التخلف العقلي بقوا فيه يعني المتخصائي العلماء النفس هم اللي يقولوا متخلفين لأنه مخذاوش الجانب اللي ممكن استغله لتطوير ما بقي لهذا الطفل لذلك على الأخصائي النفساني أن يهتم أثناء التشخيص بالإمكانيات التي ممكن أن نطورها لدي هؤلاء الأطفال لأن هؤلاء الأطفال أصبحوا يدرون يصنفون في تصنف العالمي للأمراض النفسية والعقلية الأخيرة الطبعة الخامسة أصبحوا يصنفون ضمن الأطفال العديون ولكن هناك اختلافات من طفلي إلى آخر نحن نعتبر أنفسنا عاديون ولكن هناك اختلاف بيني بينك إلى آخره أنا مثلا نظرك يكون تحطني في النجارة ممكن مختخلي في عقلي يكون تحطني مثلا في الميكانيك السيارة التي تحبس ما نقدشنا هذا يعني جانب الذي لم أستغله هي قدرة التي لم مطورها في حياتي خليني الآن نفتح معاك تفضل يعني قوسين تفضل لأنك أثرت موضوع في هذه الحالة ليس الطفل هو الذي له إعاقة نعم وإنما المربي هو الذي له إعاقة نعم ويجب أن يعرض المربي في هذه الحالة نعم على الإخصائي النفسي نعم يعني هذا ما تريد أن تقوله نعم يعني أن الإخصائي النفسي يجب عليه أن يقوم بفحص 360 درجة ما يقومش فقط بفحص الذي يسمى بفحص مدرسي واشنه فحص مدرسي يعني أن هذا الطفل لا ينجح في الرياضيات هذا الطفل لا ينجح في الفيزياء لا ينجح في العلم الطبيعية أو ما نسميه بالمواد التي تطلب الاكتسابات المدرسية ونرجوه ضمن التخلف العقلي هذا خطأ كبير جدا لأن التخلف العقلي ليس بهذا المعنى كما نسميه بين مزاوجتين يعني أن هذا الطفل لديه في بعض الأحيان إعاقة وجدانية عائلية التي لا تتركه يستخدم القدرة لا تتركه يستخدم الإمكانية وحسب هذه النظرية الحديثة كل الأطفال لديهم نفس الفرص في الحياة يعني لديهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على العيش السليم إذن ما على هؤلاء المربي الأخصائي النفسانيون اللي يظهروا هذه الإمكانيات ثم بمساعدة العائلة بس كالطفل لو يعيش في العائلة طبعا عنده وصد اجتماعي أو المربية هو يعني الأخصائي النفساني هو ليعطي هذه التعليمات في كيفية التدخل في مواساة لا أقول في علاج لأنه لا يمكن علاجها في مواساة باللغة الفرنسية باللغة الفرنسية مرافقة أو في مصطلح استخدمه باللغة الفرنسية أحسن ثم ممكن الأستاذي ساعد باش نترجم وحتى في اللغة العربية صعب جدا إعادة التربية المعرفية إعادة التأهيل المعرفية يعني من صعب جدا أن أجدوا كلمة يعني ما هي النقاط القوية التي يمكن أن نساعد هذا الطفل عن طريق التدريب اليومي من أجل الخروج التي نسميها إعاقة على بلكم باللي من ناحية المعلومات النظرية هناك الكثير من الأطفال الذي يعتبرون بأنهم متخلفون في مرحلة معينة وأصبحوا أذكية جدا في مرحلة المراقب وفي مرحلة الرجد يعني وكأن وكأن هذه الصخرة التي وجدوها أمامهم إلا كنت تغني إسيس كالفاليثار يعني هذا ما يجب أن يقوم به بمساعدة الآخرين في هذا المجال في هذا الإطار هذا يعني الشيء الذي تفضلت به الآن هذا الفكرة مهمة وجوهرية بعض الأطفال نرى أن نموهم الجسمي لا يتناسب مع سنهم يعني زملائهم وأبناء الأبناء اللي عندهم نفس السن معهم أطول منهم قامة نعم لكن في مرحلة المراهقات ذلك الذي كان قصيرا ولم يكتمل نموه أو لا يتناسب نموه الجسمي مع سنه نجده في مرحلة المراهقة تفوق على الذين كانوا متفوقين عليه جيد نعم هل يحدث هذا في المجال العقلي وفي المجال النفسي يعني هذا النمو هذا غير المتوازن قد يحدث؟ نعم يحدث كثيرا خاصة وأن الأخصائيون في علم النفس النمو يتكلموا على المرحلة الحاسمة جدا في النمو التي تدوم بين الولادة حتى 12 سنة يعني يكون هناك نمو سريع جدا وفي بعض الأحيان قدرة تتغلب على قدرة أخرى مثلا طوله طفل في السنوات من المفروض يبدأ يمشي ما يمشي هذا ليس بمشكلة نعم ولكن ممكن يطور قدرة اللغة أحسن ممكن يتكلم بطريقة يعني سريعة وممكن كذلك في سنوات هذا الطفل الذي ننتظر منه بعض الاتصالات الاجتماعية لأنها مرحلة حاسمة جدا لأول مرة يخرج إلى المجتمع الخارجي يخرج إلى المجتمع الخارجي يعني إلى المدرسة ننتظر منه أن يكون هناك اتصال لي سهل مع الآخرين ولكن نجده منعزل هذا ليس بالمشكلة يعني الآباء والأمات ما لازمش يتخلقوا يشوفوا مباشرة أن هكذا السلوك يظهر ونقول له خلاص مباشرة وطفل مريض ومتأخر إلى آخر لا بل في بعض الأحيان في هذه المرحلة يعرض على أخصائي يعرض على أخصائي من أجل رأي نعم من أجل رأي والأخصائي النفساني يعني البارع في عمله من المفروض يكتشف ما هي هذه النقائص وينصح الأباء لاستدراكها يعني ليست يعني كارثة ما كاش يعني هذه كلمة الخصائي البارع في عمله نعود إليها بعد قليل هذه هذه مهمة ندير عليها ثلث خطو أستاذ علي تعوينات استعمعت لما تفضل به الدكتور أجراد في تعريفه بهذه الإعاقة وكأنه يشير بأصابع الاتهام إلى المشرف التربوي أو إلى المربي أو الذي يقوم بعملية التلقين المعرفي أو التعليم المعرفي التشخيص في هذه الحالة اسمحني نقول لك هل يجرع على المربي أم على الطفل السلام عليكم رأيكم السلام على كلنا نشكر رأسي عبدالي سي محمد على تدخلي هذا لأنه فعلا قلب كل شيء عكس ما هو عليه رأس على عاقل كما قال روسو امشي ضد المجتمع تكونوا في الطريق الصحيح هذا هو يعني لا فعلا في الحقيقة مع الأسف الشديد كما يقال السؤال سي ربح يتعلق بمن نشخص أم المختص أم الطفل صحيح 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 لكن قبل ما نوصل للنقطة هذه هي في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هما التخلف المتخلفين ذهنيا ينقسموا إلى ثلاث درجات درجة خفيفة درجة متوسطة درجة شديدة يعني وبالتالي بالنسبة لدرجة الخفيفة فيه يعني إمكانية استرجعهم وإدخالهم في الفئات العادية حتى المتوسطة ممكن جدا أن يدربوا على مهارات وعلى أمور سوف التوسع أو شيء ما في هذه النقطة يعني بالنسبة لدرجة المتوسطة ممكن جدا أن ندربهم على مهارات أما الشديدة فيصعب ذلك ويحتاجون إلى رعاية مستمرة إلى آخره أعود الآن أعود الآن المشكلة المطروح كما قلت يتعلق بمن يقوم بتأهلهم أو برعايتهم أو بعملية المساعدة ننطلق من ثلاث نقاط النقطة الأولى التي قلتها أهالي المربي أهالي المختص على دراية بأن يكون كذلك النقطة الثانية ما حظ هؤلاء الأطفال ما حظوا هؤلاء الأطفال في أن نأخذ بأيديهم ونقطة ثلثة من يقبلهم من يقبلهم أسف وتأسف كبير نبدأ بالأولى التي هي أهالي المربي أو المختص على دراية بأن يقوم بعملية التعامل وتقص إمكانيات الأطفال المختلفين من أجل أن يقوم بعملين عمل الفصل بينما المهارات الممكن اكتسابها وما لا يمكن تناوله تماما لأنه يصعب عليه هل المختص أو المعلم على دراية بذلك طبعا كلنا نعلم أن هذه الأمور ناقصة جدا جدا لأن تكون نقص لأن تكون نقص يعني العيب لا يلقى على المربي أو على الأستاذ أو ما إلى ذلك وإنما على المنظومة على ما نكونه نعطي مثال كنا نتكلم أنه سي محمد في قاعة الانتظار على مدة التكوين في الجامعة هذه الأيام أو هذه السنة هتين سنتين 18 ساعة في السنة قليلة جدا فهمت الفكرة نعم يعني كنا نعمل 18 ساعة في الأسبوع 8 ساعات 7 ساعات خاصة ثم ود الأساسية وإذا بيصبح هذا فماذا ثم يحمل الطالب شهادة ويقول أنا ويقول أنا بينما في حقيقة الأمر الأمر هذا غير ممكن غير ورد تماما غير ورد تماما أننا في مدة معية قصيرة جدا أننا نمنح للطالب شهادة أنه يمتلك شيئا يجب أن نفصل بين ما هو سياسي وبين ما هو أكاديمي إحنا لسنا سياسيين إحنا لسنا سياسيين إحنا أكاديميين فهمت سؤلته مرة في الندوة وطنية في المجلس الأعلى للتربية من قبل الأستاذ اللي كان رئيس المجلس اللي هو سياس خري وأنا كنا في الصف الأول فقال كم من طالب يمكن أن تمنحه في قسمك في مجموعاتك شهادة لصانس بدون امتحان قلت ممكن ما بين ثمانية إلى عشرة في المية ثمانية إلى عشرة في المية والباقي قلت للباقي تبراسك فهمت الفكرة إذن أعود إلى هذه النقطة قضية التكوين قضية التكوين فيه مشكل كبير جدا جدا في التكوين ناقص جدا جدا و كما قلت نفتح قوس المعلم يتعامل مع ثلاثين أربعين تلميذ فيضع ثلاثين جانبا ويتعامل مع عشرة اللي هم يمشيوا معه والأخرين يقول لك هذا متخلف هذا مازال موصل هذا موش هذا جا ونخرج من العاديين من لا يستطيع بينما العكس هو الذي ننتظره الذي لا يستطيع أننا نجعله يستطيع إذن الدراية والكفاءة التي هي مطلوبة من المختص ومن المعلم ومن المربي مع الأسف ناقصة جدا جدا لكي يقوم بما كان يقوله عمي محمد وهو أننا نبحث في كفاءات في إمكانيات الطفل لكي ننميها ولكي نتركه يسير في سربه في جماعته ويمشي المشيط طبيعي وهذا الأساس النقطة هادية مع الأسف غير موجودة أستاذ تعوينات أنت أرجعت يعني خلينا نفتحه قوسين يعني في هذا المجال نفتحه نشعر أنت أرجعت السبب يعني عدم كفاءة المربين إلى عدد الساعات تمدرس وما إلى ذلك ألا طارى بأن نحن لا نملك لا نملك معاهد متخصصة في مجال تكوين الأساتذة والمعلمين في أقول متخصصة أقول متخصصة في تكوين الأساتذة والمعلمين في مختلف مجالات ومراحل التعليم بمعنى هل نكون ناخدوا نموذج معهد مزرعة لتكوين الأساتذة هل البرامج التي الموجودة لتكوين هؤلاء المربين هؤلاء هم الذين سيصبحون أساتذة المستقبل في مختلف المدارس هل عدد ساعات ما يسمى بعلم النفس التربية كيفي أم أنها تعطى كمادة ثانوية للطالب وأغلب عدد الساعات مركزة على التخصص في حد ذاته إذا كان أدب أو تاريخ أو لست أدري أنا ما إلى ذلك لا في حقيقة الأمر أن حظ المواد النفسية والتربوية مقبول في المدرسة العلية الأساتذة في بوزرية مقبول لكن المحتوى محتوى البرامج المحتوى الذي يقدم للطالب هذا المحتوى الذي يركز على جوانب التعليمية فقط وليس حل المشكلات يعني أن الطالب يتعلم نظريات تربوية نظريات نفسية و كيفية التدريس ثم يتوقف الأمر عند هذا الحد أما عملية المرافقة والمسايرة لأطفال الذين لا يستطيعون أن يسيروا زملائهم العاديين فهذا الجانب هذا غير موجود في البرامج التكوينية هذا الجانب هذا غير موجود ومجال علاج المشكلات النفسية والتربوية داخل القسم غائبة في برامج التكوين المعلمين أنا درست ثم سبع سنوات وقد كيفت مادة علم النفس الطفل حسب محتاجات المعلم يعني البرنامج كان يقول شيء وأنا وظفت كثيرا من الأمور التي لا توجد في البرنامج ولكن كل شيء هناك صحيح عندهم عين من نفس التربوي لكن عين من نفس التربوي غير كافي كين العيادي كين الأرطو كين تخصوصات التي تخدم تخدم الطفل وهي غير موجودة غير موجودة في البرامج التربوية في المدارسة وكذلك المختصين اليوم عندنا التربية خاصة اليوم عندنا التربية خاصة في الجامعة صحيح عملنا كل ما يفي وسعنا أننا اتصلنا بجامعات كثيرة أنا سخصيا نصلت بثلاثين استافير لاثناش من جامعة عالمية أعربية وأجنبية باش نكون هذا كل برنامج باش نكون ولكن هذا لا يعني أننا نجمعنا كل أمور وإنما الحجم الساحي الذي يحتاجه الطالب لكي يتكون ليس هذا الحجم يعني ساعتين كي يكون في الطريق المستقيم كما يقول في الوقت العادي يعني ساعتين في الأسبوع لمدة أساسية مستحيل أستاذ تعوينات في هذا الإطار هذا أنا أعرف بأن حتى عدد الساعي قليل بما نطمح إليها بما نطمح إليه نأخذ مثلا المدرسة الكندية أيها عندي يعني أصدقاء يقولون لي بأن الأستاذ أو المعلم المعلم في كندا تقريبا عدد ساعات المتعلقة بعلم النفس وعلم النفس النوم وعلم النفس المراضي هذا وما إلى ذلك يعني مختلف تقريبا تقريبا تساوي نصف المادة تقريبا هم قالوا لي 40% أيها تساوي 40% من المواد العلمية تحتخصص اللي رح يدرسه مستقبلا تقريبا 40% لماذا؟ لأن يعتبرون أن نحن نعرف أن العملية التربوية تتكون من ثلاث عناصر المربي المتربي والمادة التربوية المادة يعني المادة التعليمية بمعنى أن المتربي المتربي والمربي هم الأساسان في العملية التربوية وبالتالي يجب أن يعطى جانب علم النفس وما يتعلق به يعني بفروعه المختلفة يجب أن يعطى له حقه ولذلك تقريب المادة التي يتناول أو عدد الساعات التي يتناولها أو يتكون عليها الأستاذ الذي سيصبح أستاذا في المستقبل تساوي تقريبا 40% من مجموع المادة الكلية العلمية التي تابعة لتخصصه هل هذا موجود عندنا؟ حتى ولو كان موجود يشدين 60% لكن ماذا تقدم؟ أنت تتكلم على المحتوى أيوة أنت مركز على المحتوى يعني حتى ولو كان الوقت كافي لكن ماذا تقدم؟ المضمون الذي تقدمه قديم جداً مقارنة بما نحن عليه هذا مسألة ثانية هذا مطرح حتى في الجامعات أيوة كان وعلى هذا الأساس باش نكون من يسير الطفل في المدرسة ومن يسيره في المؤسسات الخاصة يجب أن يبني البرنامج أو يشارك في البرنامج المختصون في هذه المجالة أستاذ دكنا نطلق الكلمة السؤال ليطرح الآن ليطرح الآن في هذا الإطار يعني إطار يعني يعني كما يقولون باللغة الفرنسية الميزاجور تعالأستاذ الجامعي نظرك الآن ننتقلنا إلى مستوى أعلى تعالأستاذ الجامعي لماذا الأستاذ الجامعي هنا في الجزائر لا يمتلك هذه ما يسمى التحديث أو العصران أو لمزاجور لمعارفه أسمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل فاصل قصير أعزائنا المشاهدين ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا